اعرب مجلس الشورى عن بالغ تقديره واعتزازه بتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله بشأن اهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما يصب إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار والأولوية للتوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم وأن لا تكون هناك زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين حول ذلك وبعد أن تحقق ديوان رقابة المالية والإدارية من أن ما تم وهو وفقا للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين كما أكد المجلس أن هذه التوجيهات تعزز من الجهود التي تبذلها السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل ضمان العيش الكريم لجميع المواطنين وفيما عبر مجلس الشورى عن ثقته الكاملة بالجهود المخلصة التي تبذلها اللجنة المشتركة بين السلطتين وحرصها على صوغ توافقات وأرضية مشتركة لعادة هيكلة الدعم يؤكد المجلس دعمه لكل الخطط والبرامج الرامية إلى توجيه الدعم والمسندة إلى مستحقيه من جميع المواطنين ووقوفه مع القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه صون المكتسبات الوطنية ويضمن استمرار تحقيق المنجزات للمواطنين